بلغت العلاقات المصرية البحرينية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أصبحت العلاقات الاستراتيجية بين البلدين تعتمد على سلسة محاول رئيسية تشمل التعاون الوثيق بين القيادتين وتأكيد البلدين دعمهما ومسلتهم للآخر في مواجهة مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات علاقات متميزة ومتطورة تجمع بين مصر والبحرين في ظل توافق الرؤى بين قادة البلدين إزاء قضايا المنطقة حيث بلغت العلاقات البحرينية المصرية أسمى مراتب التضامن ووحدة الصف مذو تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية تشهد العلاقات بين مصر والبحرين ازدهارا غير مسبوك من تعاون وثيق ودعم ومساندة البادين لبعضهم البعض في مواجهة مختلف التحديات والتعاون المشترك في شتى المجالات وهو من عكس إجابة على تعزيز التعاون العربي بشكل عام وللبلدين مواقف ثابتة بشأن التوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار فيها وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله وتجنيب المنطقة أختار الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار وتتطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء مع البحرين بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب البلدين ويعزز من جهود العمل العربي المشترك خاصة في ظل التحديات الكبيرة النتجة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة وتعد العلاقات بين القاهرة والمنامة حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي وأعادة التوازن للمنطقة وهو ما ظهر جلياً في دعم ومساندة البحرين لمصر عقب ثورة السلسين من يونيو حيث كانت من أوائل الدول التي أيدت طموح وإرادة الشعب المصري وكانت مصر صباقة بإعلان الدعم الرسمي للبحرين طوال تاريخها حيث كانت من أوائل الدول التي سارعت بالاعتراف باستقلال البحرين عام 1971 وتقديم أول سفير مصري لأوراق اعتماده بالمنامة عام 1973 محطات عديدة تشهدها العلاقات بين مصر والبحرين تؤكد على وجود تعاون وثيق ورؤية موحدة تجمع البلدين تجاه قضايا المنطقة وتنسيق متبادل لمواجهة مختلف التحديات